وجه نائب رئيس مجلس القيارة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح قرية الأعمال الإنسانية بالإسراع في رفض مركز الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهوري بتعز بما يحتاجه من مستزمات طبية وجاءت هذه المبادرة تلبية لنداء توجهت به إدارة المستشفى إلى نائب رئيس مجلس القيارة الرئاسي طارق صالح للتدخل وإنقاذ مئتين وعشرة مصابين بالفشل الكلوي يتلقون جلسات الغسيل والرعاية الطبية في المركز وكان طارق صالح قد تدخل عدة مرات سابقة في تزويد مرافق للغسيل الكلوي في تعز وعدن بالمحاليل والملسلزمات الطبية اللازمة